تأيها الإنسان مهلاً انتبه هذا مقال الصدق غير مشتبه فقد أتيت ناصحاً ومرشداً عساك أن تلقى بهذا الرشداً موجهاً نصحي بحسن نيتي مرضاة رب غايتي ووجهتي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه وتزودوا بما يقربكم إلى الله واشتنبوا ما يوقعكم في صخطه وعقابه وتذكروا ما كنا فيه بالأمس من غبطة وسعادة بقدوم شهر رمضان ونحن اليوم في آخر الجمعة من رمضان فلينظر كل واحد منا ماذا أودع فيه من العمل وهل استفاد من هذا الشهر واستغله أم أنه فرط فيه وغفل مع الغافلين والمؤمن الصادق كما أنه يفرح بقدوم رمضان ويشتهد فيه فإنه يحزن لفراقه وانقضاء أيامه لما فيه من الفضائل والفرص الكثيرة ولما فيه من الأجواء التي تنشط على العبادة وتنفر من المعاصي ولأنه يخشى من عدم القبول فإن من صفات السابقين بالخيرات عدم الاخترار بالعمل والخوف من عدم القبول بخلاف الممتنين على الله بأعمالهم فإنهم يستكثرون ما يفعلونه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب العجب وقالت عائشة رضي الله عنها سألت الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما أوتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يسرق ويسني ويشرب الخمر ويخاف الله قال لا يبنى تصدق ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل وفي رواية هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولذلك تجد هؤلاء السابقين لا يتوقفون عن العمل لأن العمر كله فرصة للتزود في رمضان وبعد رمضان عباد الله أختم شهركم بكثرة الاستغفار وسؤال الله القبول ومن كان مقصرا أو مفرطا فليتب إلى الله ولا يقلط من رحمة الله واعلموا أن من شعائر الإسلام الظاهرة صدقة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم فرضه النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين وقد شرع الله وأمر بها لحكم كثيرة منها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ومنها أنها طعمة للمساكين ومنها إظهار التراحم والتواصل بين المسلمين فقيرهم وغنيهم فهي صورة ظاهرة ومثال حي للتكافل الاجتماعي حينما يقوم المسلمون صغيرهم وكبيرهم فيخرجون زكاتهم للمساكين في آخر الشهر وكذلك صبيحة يوم العيد فيا له من منظر عظيم يشرح الصدور ويفرح به المؤمنون لأنه يدل على الأخوة الصادقة والتراحم بين المؤمنين وتعظيم أمر الله فما ظنكم بمن يرى المسلمين وهم يؤدونها بهذه الصورة الظاهرة كيف سيكون شعوره ونظرته إلى هذا الدين وأحكامه وغير ذلك من الحكم التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها بهذه الصورة الظاهرة صاعا من طعام ومع ذلك نسمع من يفتي بإخراجها نقودا ويخالف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وفعلا وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأما من نقل عنهم من بعض المتقدمين القول بإخراجها نقودا فبدلا من أن نبحث له عن عذر نعتذر له به لأنه خالف السنة نذهب للأخذ بقوله وننسف النصوص الواضحة الصريحة والتي لا تحتمل أدنى تأويل من أنها صاع من طعام فاتقوا الله عباد الله واعتنوا بعبادتكم وأحرصوا على أدائها بطريقة التي أمرتم بها وأعلموا أن كل يأخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله صلاة العيد عبادة مشروعة مؤكدة عند جماهر العلماء وقال بعضهم بوجوبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمته رجالا ونساء وأكدها على النساء تأكيدا شديدا إما يدل على قوة قول من قال بوجوبها حيث أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد مع أن البيوت خير لهن فيما عدا هذه الصلاة وهذا دليل على تأكيدها قالت أم عطية رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيظ وذات الخدر فأما الحيظ فيعتزلنا المصلة ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها متفق عليه والجلباب لباس تلتحف فيه المرأة بمنزلة العباء ومما شرعه الله في ختام الشهر التكبير قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يكبران إذا خرجا إلى المصلة فيشرع للمسلم إذا خرج من بيته إلى المصلة أن يكبر إلى أن يدخل الإمام ختاما أيها الإخوة من السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك يقطعها على وتر لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلوهن وترا رواه أحمد والبخاري بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ونسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم أرجع الله سبحانه وتعالى and send blessing and salutation upon Muhammad صلى الله عليه وسلم his entire household all companion we ask Allah سبحانه وتعالى to bless them all we ask Allah سبحانه وتعالى to bless every single of us dear brother feel Allah سبحانه وتعالى and follow his messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم at the end of Ramadan the honest believer feel sorrow for leaving the holy month as he will miss the gorgeous time of Ramadan so that at this time the censor believer growing his worship enthusiastically Muslims at the end of the holy month tend to be very keen for worship more spiritual devotion and purity of heart as well as he would be woeful as he have concern about his ibadat worships fasting over this holy month and other worshipers are they accepted by Allah or not so that the character of strong believer the racers for good things does not be overwheeling does not feel snobbish for his worships at the end of the holy month as more he perform ibadat good things as more be simple and humble without changing to smug whatever he pray significant amount of well-doing and obedience he submitted to God more modesty considering his well-doing are quite little to God often he is worried about acceptance and reward unlikely to those whom are on weak faith those whom are doing little goods then consider it a great favor following them with the reminders and harms Muslims are considering their entirely life should be worships to Allah subhanahu wa ta'ala at the end of the Ramadan Muslims should seek forgiveness a lot say istighfar increasingly then ask Allah subhanahu wa ta'ala acceptance for your fasting over this holy month and everybody wasn't worship Allah subhanahu wa ta'ala well at the beginning of the month should seek now repentance for your sin now as we get into the end of the month there are several important worships Muslims have to perform it first fast-breaking zakaat zakaat al-futr it is an obvious ritual in our religion zakaat al-futr as our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam command us zakaat al-futr it is duty on men women young adults and it is as our Prophet sallallahu alayhi wa sallam command us in the hadith should be a bowl of food as reported in the hadith and the prudent of this worship at the end of Ramadan first it is purified your fast from any mistakes like false speech or other backbiting second it is considered a pleasure for poors third it would connect enrich people with the poors so it is hands down the most lovely expression image that demonstrates the social solidarity at the end of Ramadan it's proving the mark on censor brotherhoods and among believers it shows the believers mercy while they magnify the God's comments in this worship for this amazing reason our Prophet sallallahu alayhi wa sallam have ordered it with the food not cash so brother pay the zakat al-fatur with food not cash it is a great mistake anybody pay it with cash and it is definitely infraction to the sunnah hadith narrated by Bukhari Abu Sa'id al-Khudri may Allah be pleased with him said we used to pay as zakat al-fatur a sa' of food or sa' of barley which was their food at that time or sa' of dates or a sa' of iqt dried yogurt or a sa' of raisin sa' meaning a bowl a bowl of food another powerful hadith when Umar may Allah be blessed with him that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam made giving a sa' of dates or a sa' of barley as a zakat al-fatur on obligation for all Muslims slave and free male female young and old and order that it should be given before the people went out to pray salatul al-eid from this it is clear that zakat al-fatr must be food not money so we must adhere to what has been recorded in the sunnah so give one sa' of whatever is the stable food in your country such as rice or wheat for example on behalf of yourself and each member of your household asa' is equivalent to approximately 3 kg it is not permissible to give it to anyone except a needy Muslim if you cannot find anyone in your country in your own country you can delegate someone else to give it on your behalf in another country dear brother at the end of the holy month Ramadan other most important worship it is definitely the pray of Eid sermon pray of Eid Salatul Eid it is a confirmed Ibadah in the sunnah and have been commanded on the men and women as you know the best place for women to pray other her five prayers at home except Eid prayer as came in the hadith reporting the hadith on Mu'atiyah she said Prophet imposed us to engage the aid pray then she asked Prophet if someone of us haven't the jilbab the clothes to go out Prophet respond in the hadith she should lend out jilbab from her friends other worship at the end of Ramadan it is saying Takbir Allahu Akbar in the Surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala said for you to complete the period and to glorify Allah subhanahu wa ta'ala the time for Takbir on Eid Al-Futr starts from the night before Eid until the Imam enters to lead the Eid prayer finally 18 days before starting going out for Eid pray other action on the end of the month in Sahih Bukhari mentioned that Prophet Muhammad did not go out on the morning of Eid Al-Futr until he had eaten some and he would eat an odd number صلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وإلى هذا الكلام واتعط وكن نبيها الفكر حاذقا يقر اعلم هديك للرشاد والتقاء بأن لله الدوام والبقاء فكل ما مضاء خيالا يعود الأرض تفنى والسماء والمجود اشتركوا في القناة